تحياتي بعض الأحيان ممكن تكون عظيم أسطوري رائع عندك كثير صور مميزة عندك كثير لقطات لكن ربما تصبح أهم صورة في حياتك في مسيرتك صورك تملت لأنه فيها أشخاص آخرين بمسيرة عظيمة أيضا كملوا الصورة وزادوا من عظمتها لتكون باعترافك أهم صورة في تاريخك هذه هي قصة الجمعة اليوم اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفيسبول الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى هي قصة صورة مشهورة جدا في عالم كرت القدم الظاهر رونالدو يواجه الأساطير كنفارو مالديني بيعتبرها كثير ناس من أشهر الصور في عالم كرت القدم من أشهر الصور لمواجهة واحد من أفضل المهاجمين في التاريخ مع اثنين من أفضل المدافعين في التاريخ واللي كثير ناس بيستعملوها إما كدليل على قوة الظاهر رونالدو وحاشتك لأساطير عشان يوقفوه أو للتغني بأيام تسعينات القرن الماضي اللي كان فيها نجوم كبار ولاعبين من أعلى طراز وأقوى شخصيات فترة اللي ما كان فيها ذيب مش بتاكل الذئاب بس بل الأسود والنمور والسباع فترة كان فيها معظم الفرق الكبيرة عندها لاعبين مجرد النظر لهم بتخاف هذه الصورة الشهيرة جدا تعود لعام 1997 في مباراة ودية جمعت بين البرازيل وإيطاليا حيث أقيمت بطولة ودية سميت بطولة فرنسا عام 1997 ضمت منتخبات إيطاليا البرازيل فرنسا إنجلترا وكان الهدف منها تجهيز فرنسا لاستضافة كأس العالم 1998 طبعا هي بطولة أقيمت على شكل دوري في اللقاء الأول إنجلترا بتهزم إيطاليا اثنين مقابل الأشيء في حين نجحت فرنسا تتعادل مع برازيل واحد واحد في لقاء كلكم بتعرفوه ولو ممكن ما بتعرفوا أنه جاء في تلك البطولة الودية هو لقاء هدف روبيرتو كارلوس الذي لا ينسى في مرمى ثابيان بارتيز من ركل حرة مباشرة للتاريخ في تلك الفترة كان الظاهر رونالدو هو حديث العالم كله كان بقدم موسم خارق للغاية ربما يكون أفضل موسم فردي إله مع برشلونة فجاءت المباراة ربما اللي بنتظرها كل الناس بنتكلم عن موهب هجومية خارقة بتواجه مدافعين لا نقاش بمستواهم كان فارو مالديني كوستا كورتا وأسماء مرعبة موجودة مع إيطاليا لا نقاش بجودتها في الدفاع منذ أول دقيقة أول ما يلمس الظاهر رونالدو الصورة ضغط رهيب جدا عنه من لعبة إيطاليا واضحة أوامر المدربة تشيزاري مالديني ضغط 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 على الظاهرة وفي لقطة من اللقطات جاءت الصورة الشهيرة هذه كان فارو مالديني بحاولوا يوقفوا الظاهرة رونالدو في عام 2020 خلال حوار بين كانفارو ورونالدو تم بثه كان كانفارو بشرح عن هذه الصورة وعن ذلك اليوم قال قبل اللقاء قالنا المدرب مالديني اليوم رح نعرف إذا كان فعلا هذا الفتى هو ظاهرة كورتا القدم الجديدة ولا لا في حين رد عليه رونالدو تلك أهم صورة أخذت لي في حياتي رونالدو اللي هز الشباك والرونالدو اللي جاب كأس العالم واللي له احتفالات لا تنسى بيعتبر تلك الصورة لعظمة الخصوص من أعظم الصور في مسيرته ربما هي صورة توضح له قديش كان هو الصعب عن ناس كان ظاهرة هجومية بحتاجه ظواهر دفاعية لإيقافه طيب كيف انتهت هذه اللقطة بترككم مع هذا الفيديو وبعدين منكمل قصة الجمعة طبعا اللقطة جاءت في الدقيقة 25 زي ما شفته وكانت البرازيل متأخرة بهدفين مقابل لا شيء أمام إيطاليا صورة كتب عنها الصحف الإيطالية ثاني يوم ممنوع مرور الظاهرة في حين كتب عنها المحبين لرونالدو تحتاج لأقوى دفاع لتوقف أقوى مهاجم طبعا إيطاليا كانت متقدمة 2-0 عبر ديالبيارو وعبر هدف عكسي ارتطمت الكرة في أل داير ثم البرازيل سجلت هدف أيضا كان عكسي وارتطمت بقدم المدافع الإيطالي لومباردو ثم سجل ديلبيارو الهدف الثالث 3-1 وبقيت 3-1 للدقيقة 71 هناك الظاهرة رونالدو انفجر راوق كوستا كوروتا بعد ما هرب من كانفارو وسجل الهدف الثاني قبل ما يصنع الهدف الثالث لورو ماريو بتتعادل البرازيل 3-3 في مباراودية ما بينساها أي شخص شاهدها كانفارو بيقول بعد ذلك اللقاء أخبرته مانديني إنه ظاهرة فعلا فقال له المدرب مانديني قال له أنت على حق لا نقاش بأن هذا اللاعب ظاهرة ذلك اللقاء للعلم هو اللي قدم دينيلسون على المستوى العالمي والإعلامي لأن دينيلسون كان موجود وكان عم يتلاعب بدفاع إيطاليا أنا كشخص حضرتك المباراة مستحيل أنسى بل لست أسأل مين هذا كنت أعرف رونالدو اسمين هذا اللي مرايح في إيطاليا وفاتح فيها شوارع رايح جاي وكل شوي بيخدمر له من 3 وأربعة فكانت ذلك اللقاء مقدمة لمعرفة العالم بدينيلسون اللي لاحقا أصبح من أهم وأغلى الصفقات في تاريخ كورت القدم وقتها موقع ناينتي مينتي بيحكي عن ذلك اللقاء هو ذلك اللقاء الودي الذي يعتبره كثيرون مما شاهدوه من أجمل مباريات كورت القدم على الإطلاق كان لقاء ملحمي فعلا بين إيطاليا اللي مليئة بالنجوم وقتها أمام البرازيل اللي ربما كانت تملك أقوى ثلاثي هجومي أيضا بتلك الفترة رونالدو رؤدي نيلسون ورو ماريو البعض قال عنه هذه نسخة مصغرة من اللقاء 82 الشهير بين البرازيل وإيطاليا ولا للعلم عملنا عنه قصة الجمعة وروح يشوفوها أساطير الدفاع مقابل رائعين هجوميين كان مباراة بتستهل تنحضر وبنصحكم للي ما شافوها من الماضي يروح يشوفو الملخص الآن طيب أي صورة بدها مصور حرام وظلوم نركز على الظاهرة وكانفارو مالديني وننسى صاحب الصورة أو المصور في الحقيقة هذه الصورة إلها نسختين نسخة لطقتها فرنسي ونسخة لطقتها إيطالي النسخة الفرنسية لطقتها مصور فرنسي اسمه فرانك سيجين دورت عليه في إنستغرام ووجنته أنه هو الرجل اللي صور ميسي بالكرات الذهبية السبعة مؤخرا واللي صور ميسي مع عائلته بالكرات الذهبية اللي بيشتغل مع الكيب ومع فرانس فوتول لكن تخصصه شوي طلع من كرت القدم وأصبح مختص أكثر في الرياضات البحرية وهناك نسخة أخرى بطلها المصور الإيطالي كلاوديو فيلا اللي عنده أكثر من ثمانين ألف صورة في كرت القدم بيشتغل مع وكالة جتي إيميجز وهو صاحب صور شهيرة معظمنا بنعرفها احتفال الظهر رونالدو إصابة ديفيد بيكهب وتأمل جوزيل مورينيو مصور كبير جدا مثل المصور الفرنسي فرانكسيقين مصورين اسمهم وسمعتهم كبيرة جدا فمس صدفة أبدا يكونوا همة التقتوا واحدة من أقوى اللقطات في تاريخ كرت القدم وأقوى لقطة في كرت القدم الودية 100% للعلم تلك البطولة فازت فيها إنجلتا برصيد 6 نقاط وللعلم أيضا الأربع منتخبات قدمت موليديال 98 ممتاز فرنسا والبرازيل لعبوا نهاية إيطارية خرجت بركلات الترجيح لمبارا من نعرفها جميعنا بدور الثمانية كما إنه إنجلترا قدمت موليديال قوي للغاية ولولا ركلات الترجيح وخروجها مع الأرجنتين على الأغلب لمضت بعيدا كانوا الأربع مستعدين من كتر الاحتكاك تلك البطولة الودية بالتأكيد هي أهم بطولة ودية في تاريخ كرت القدم شهدت هدف كارلوس الشهير تجهيز فرنسا للقب ومعرفتنا مواهب جديدة مستحيل ننساها نوصل هنا نهاية حلقة قصة الجمعة اللي تجيكم مني أنا محمد عوان طبعا واضح من الاسم إنها كل يوم جمعة اتركوا رايك على الفيديو شيروه مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله